من بين ملوك الوسرة الفرعونية الثامنة عشرة برز اسم الفرعون الذهبي توت عنخ أمون خصوصا بعد اكتشاف مقبرته الأثرية في مدينة الأكسر قبل نحو قرن من الزمان لتجعل الملك الغامد واحدا من أكثر مميوات مصر شهرة ودراسة مزيد من الدراسة ومزيد من البحث العلمي اللي حيعرفنا حقائق إحنا عايزين نعرفها علم الإيجيبتولوجي أو علم المصريات هو علم شاب نشأ في سبتمبر 1822 فقدامنا كتير جدا نحن نكتشفه سواء من الآثار اللي زالت لسه تحت الرمال والآثار اللي عندنا نحن ندرسها ونعرف منها حقائق علمية جديدة كلما تعاملنا مع قطع الملك توت عنخ أمون خاصة من اللي اللي لم تعرض من قبل عن كثب وعندما نقوم بعملية التغميم فيها بنكتشف كل يوم اكتشفات جديدة واكتشفات شيقة فيما يتعلق بالملابس بتاعته على سبيل المثال وعن الموضة في عهده إرثه توت عنخ أمون الذي يصل لنحو خمسة آلاف قطعة ذهبية بات يحظى باهتمام علماء المصريات على مستوى العالم وبمزيد من الأبحاث والترميم ثمت معلومات جديدة تظهر عن الملك الذي لم تتجاوز فترة حكمه التسعة أعوام الملك نفسه ما لهش أهمية تاريخية يعني عصدي ما لهش إنجازات تاريخية كبيرة لكن أهم حاجة حصلت للملك ده إن إحنا لقينا المقبرة بتاعته كاملة وده ما حصلتش مع أي ملك تاني فهي دي أهميته توت عنخ أمون إن من حصن حظه لقينا مقبرة كاملة ما تسرعتش في حين كل المقابر التانية لأنافها المناقشات العلمية تتطرق أيضا إلى مسح الرداري لمقبرة الفرعون الطفل يستهدف الكشف عن احتمالات وجود غرف سرية يرجح علماء أنها للملكة الشهيرة والغامضة نيفرتيتي احتمالات لو صدقت ستحل واحدا من أكثر الأمور غموضا في علم المصريات محمد محيد دين لليوم على الحرة القاهرة